قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أن قطر تستهدف مشروع الدولة في اليمن وجهد التحالف العربي بقيادة السعودية مؤكدا أن الدوحة خرجت عن الصف العربي واختطت لها مسارا ضمن مشارعها الدامة وأن دعمها للحثيين مفضوح وقال رئيس الحكومة في حوار مع صحيفة عقاذ السعودية أن تدخلات سافرة في الشان اليمني لا تزال مكشوفة ومفضوحة من بينها إيران ومشروعها الهدام الذي تسعى لتنفيذه عبر أدواتها في المنطقة ومنها ميليشيات الحوث الإنقلابية في اليمن وأكد أن العلاقة مع التحالف الذي تقوده المملكة هي علاقة مصير مشترك وأمن قومي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة أمام مخططات إيران لإشعال المنطقة طائفيا وتمددها لسيطرة السياسية والعسكرية على الدول العربية وبسؤال الصحيفة عما إن كانت الشرعية راضية عن سير العمليات في مختلف الجبهة العسكرية اعترف رئيس الحكومة بحدث تراجعات للقوات الحكومية في عدد من المواقع لافتا إلى أن الأحداث الأخيرة أبرزت عددا من نقاط الضعف التي يتحتم علينا معالجتها وهي إشارة إلى انتكاسات قوات الشرعية في عديد من الجبهات